خلال استقباله وفداً من جامعة جورج تاون قال الأبربي الحداد رئيس مركز التعايش الديني إن حكمة القيادة الأردنية وأخلاق الأردنيين جعلت من الأردني نموذجاً يحتذا في الوئام من خلال الجهود الحتيثة في نشر ثقافة الوئام بين أتباع الأديان وأطلاق المبادرات الهاشمية عبر رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان وبين الأب حداد للوفد الضيف الذي ضم أعضاء من هيئة التدريس والطلبة أن الأردن نجح في استخدام دبلوماسية حوار الأديان كوسيلة تعزز جهود فض النزاعات ومواجهة الفكر المتطرف كما قدم الأب حداد للوفد الزائري شرحاً مفصلاً حول الأوضاع في المنطقة وأحوال المسيحين في الأراضي المقدسة والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين